وبدورها علقت لجنة الأمن والدفاع النيابية على التصريحات المتبادلة بين الحكومة والفصائل بشأن الوجود الأجنبي أعضاء في اللجنة ذكروا أن لجنتهم تتابع الحوار بين بغداد وواشنطن ونتائج هذا الحوار منضحنا أن التأكيدات الحكومية التي تصل إليها تشير إلى أن الحوار مستمر ومتواصل وهناك تقدم كبير في هذا الملف فيما اعتبروا أن تأجيل أعلان جدولة الانسحاب الأمريكي من العراق جاء لأسباب تتعلق ببعض التطورات في البلاد والمنطقة بالكامل لكن إعلان الجدولة سيكون خلال المرحلة القليلة المقبلة وأشاروا إلى أن عدم نجاح الحكومة العراقية بإنهاء الوجود الأجنبي وتحديدا الأمريكي عبر لجان التفاوض والحوار سيدفع الفصائل إلى اتخاذ موقف جديد وتصعيد جديد ضد هذا الوجود تكون تداعياته خطيرة وكبيرة على عموم الأوضاع في العراق ترجمة نانسي قنقر